في وسائل إعلام إسرائيلية مبارح الخميس نشرت خبر مهم وغريب جدا ومهم بالنسبة لإسرائيل والشعب الإسرائيلي وفقا للعقيدة ولمعتقداتهم في التوراة الخبر بيتكلم عن ولادة بقرة حمرة ايه الفكرة لمن لا يعلم هي البقرة الحمرة عندهم في معتقداتهم في إسرائيل انه دي نهاية العالم عندهم معتقدات دي صورة البقرة الحمرة بقرة الحمراء هم عندهم معتقدات انه ولادة البقرة الحمرة ده معنى نهاية العالم وانه عفوا وانه بحسب يعني ما ذكروا على صفحتهم على فيسبوك انه او بحسب ما نشروه في مواقع كثيرة الحقيقة متعلقة لهم وفيديو على يوتيوب بانه في عجل صغير احمر ظهر وانه قالوا انه حيتعرض هذا او حيقوموا بيه فحص هذا العجل الصغير الاحمر فحصات شاملة لتأكد من تطابقه ما تنص عليه العقيدة اليهودية العجل خضع لفحصات مستفيدة بعد اسبوع واحد من ولدته من قبل الخبراء التورانيين طوراتيين اعلنوا انه مرشح حقيقي لان يكون هذا هو العجل الطوراتي الموعود الحقيقة انه من يعني ولدت البقرة خالصة الاحمرار دي زي ما بيسموها في الديانة اليهودية زي ما قلت لحضراتكم دايما كان اصله بيرجع لاعتقاد اليهود بانه من الفين سنة فاته وفي حقبة المملكتين الاولى والتانية تم مسج رماد رماد بقرة حمرة صغيرة كانت ذبي حتفي عامها التالت لما اتدبحت البقرة دي خلطوا خلطوا دمها بالمية واستخدموه انه هما يطهروا الشعب اليهودي بحسب معتقداتهم وده كان حصل يعني قبل التضحية ببقرة حمرة في زمن الهيكل الاول وتمن بقرات في زمن الهيكل التاني وانه هما بيستعدوا دلوقتي لمرحلة الهيكل التالت المرتبطة بولادة البقرة العشرة الحمراء اللي جمعية معهد الهيكل اكدت انها هي دي البقرة الصغيرة اللي حضرتكم شايفينها في الفيديو اللي هما نشروه على يوتيوب انها تولدت منذ ايام يبقى بحسب معتقداتهم في اسرائيل انه ولادة البقرة الحمراء دي وهي العشرة من هذا النوع ومن هذا اللون هي اذا تعني قطعا بالنسبة لهم نهاية العالم اشتركوا في القناة